أهلا بكم في واحدة من أجمل التجارب اللي عملتها في حياتي الحقيقة أن أنت تلبس اللبس بتاع أهل كايراجستان اللبس الترادشنال بتاعهم والقبعة المشهورة بيها حتى تلاقي في ناس كتير طول ما أنت ماشي مثلا في السعودية في دول كتير هتميزهم من القبعة دي والمكانة اللي فيه ده هي الخيمة بتاعتهم هم أهل كايراجستان هم بدوا ورحالة طول عمرهم بيتنقلوا بالخيام وقت الحروب كانوا بيلموا الخيمة ويروحوا على أماكن تانية زي أيام جنكيس خان وفي حروب كتير عشان يغيروا موقعهم لأن هم كانوا بيعيشوا فين؟ بيعيشوا فوق الجبال أو في الوديان والسهول لأن بلدهم 80% منها جبال وبحار وشلالات وأنهار أنا دلوقتي جوا الخيمة الكيرجيسية الخيمة الكيرجيسية بتتميز بشكلها المميز جدا بألوان المتنسقة المتدخلة مع بعض زي ما شايفين الأخشاب اللي بتعمل الخيمة والرسومات في كل مكان وتنسق الألوان على رغم منها ألوان كتير بس متدخلة مع بعض شكل مبهر وأجمل حاجة عرفتها أن العالم بتاحهم مستوحى من الخيمة الخيمة دي هي حياتهم البلد دي ما فيهاش غير العاصمة بشكك والباقي دي المدينة والباقي كلها أماكن خامة ما فيهاش عمرات نادرا ما تلاقي مدن يعني حاليا حتى يعني لو بصيت فوق هتلاقي أرس الشمس وده اللي بيدخلوا منه الإضاءة تنور الخيمة الصبح وبعد كده يضلموها أما يحبوا يضلموا الخيمة والقرس الشمس دوت هو متاخد من شكل العالم بتاحهم شكل العالم عبارة عن نفس القرس ده ونفس الأربع خطوط يمين وشمال دي العالم والشعار بتاحهم فأهلا بيكو في كرجستان ترجمة نانسي قنقر